تريد نروح للأهلي شوية للأهلي النهاردة قبل ما نخش على هو قلت لي أنا التشكيل ما كنتش مش عجبني بتشكيل تغيرات كمان كان فيه بعض التحفزات فيه تحميل ياسر إبراهيم أو الشهنهول الهدف كل الأمور دي رأيك فيها النهاردة هل الأهلي النهاردة كان عنده أخطاء كبيرة هي اللي وصلت النتيجة لكده ولا ممكن نعتبرنا أنه سوء توفيق وخلاص لا طبعا يعني التشكيل أنه هو عدم موجود أفشة ده حاجة حاجة إن أفشة هو الوحيد اللي بيعرف اللعبة كورا سواء أنت حط تلاتة في نصف الملعب التلاتة أقام مواصفاتهم كوراية هل نهاردة لعبة أربعة تلاتة تلاتة ما لعبش حمدي فتحي وراء إنت لازم كنت تتشير واحد من نصف الملعب وتحط محمد مجدى أفشة إنت كل جوان محمد شريف من يبيعملها له أغلبتها أفشة محمد بيتحرك على طول بين الخطوط وراء المدافعين فإنت تلعب من غير أفشة مع فرقة أصلا فتح الملعب يعني لعبة سانداونز أو لعبة جنوب أفريكا عمتا بلعبه جيد مفتوح بيهاجم على طول ومش بيقفله فإنت عندك فرقة أصلا عندها مساحات ما إنت لازم تلعب واحد بالمواصفات اللي هو يعرف يلمسه بس للمهاجن بتاعك المميز فيها هو غلط فيها وإما بدأ يعدل الخطأ بتاعه مغير محمد أفشة بمحمد شريف يعني لازم كنت تتخلي اتنين مع بعض على اللي يلعبوا مع بعض شوية يعني ما بقى عدم تفقيل محمد ممكن تغيره لأ وفكرة السلاسي القوي جدا في وسط الملعب للنادي الآية لو أقاليو ديانج حمدي فتح عامل السلية ممكن يلعبوا طول الوقت مع بعض لو أنت بتلعب في المرة صعبة خارج ملعبك نعب الأرضي لكن أنت تلعب على الأرضك ومحتاج واحد كرياتي في شوية واحد مبتكر شوية فأنت ممكن تحطها أفشة في نص الملعب يعني التشكيل اللي ياب بالأهلي هو اللي كان لازم يلعب بالزمالك نفس الخطة اللي كابتن واحد قالها لازم كنت تقفل نص الملعب هو قفل نص الملعب هنا مش عارف ليه الأسباب يعني فريد سانداوز مش من الفرق القوي قوي مش سانداوز بتاع سنتين تعتقد يعني هو عندهم لعب سيرينو ده أصلا اللي هو أقوى عندهم مش موجود فأنت قدامك فرصة لأنت كنت تكسب سهل قوي لأنت تلعب مباراة هجومية أنت تديت فرصة للفرق اللي قدامك أنها تخش معك في الجيم بلعبه هو طبيعي جداً بلعب نادي الأهلي نادي الأهلي فريق قوي لسه وقت ثلاث عالم فطبيعي جداً أنه هو يجي متحفز شوية سانداوز أنت تديته فرصة أن يخش معك في الجيم أنت رياحته بتشكيل بتاعك ده نداري بسانداوز قدام بعد المباراة تصريح مهم جداً هو ده يلقص المباراة أنه لعب كتير النهاردة وعلى علي معلول علي معلول كان بيلعب بشكل رائع جداً هجمياً النهاردة هو كان من الأفضل لعب نادي الأهلي تقريباً بس الدفاعين كان فيه دايماً مسيحاته وعلى علي معلول ما تغطيتش لابل سنتر باك اللي لحية الشمال ولا تغطيت به لعب الوسط التلاثة الأقوية جداً يعني دي مشكلة أنت بتلعب بتلاف نصف الملعب عشان واحد منهم بيغطي لو أنت عندك باك بيطلع منهم زواء هاني أو معلول لازم واحد من اللي ناحياته الكرة بيغطي أنت معمدش القصة دي بقى أنت قصة التلاثة في نصف الملعب دي مش مش كويسة أنت بتلعب بتلاثة بيعتار بنفس المواصفات صحيح هم تمثل المواصفات بالزبط كان قال يد ينجي شوية أحسنهم هجومين شوية بيطلع شوية لكن إنت لو كنت شلت واحد منهم وحطيت أفشة كان أفشة يقدر قوم بالدور اللي هو الهجوم التاعه أحسن صحيح طيب